برضو مش هنبطل كلام عن السكر الدايت. السكر الدايت ده غريب جدا والشركات بتاعته اغرب. يعني فيه شركة بدون داعي لذكر اسمها يا سيدي. كتبه ان انا بباع لك الصنف ده وعايزة دهولك وبشجعك عليها عشان هو اسبارتان فري. في حين اللي احنا قلنا ان هي من ضمن الحاجات اللي صراحت بيها للاستخدام كسكر كان الاسبارتان فهو استخدامه عادي. ومحتاج كميات كبيرة جدا من الاسبارتان عشان يؤثر فيك بشكل سلبي. وده مش هيحصل على مدار اللي لو اخدت حتى بلدت الكنزات من السيفن الدايت او البيبس الدايت. وما حدش بيعمل كده اصلا. ده بالنسبة للنوع ده. طيب تعالا نتكلم على نوع ستيفيا. ستيفيا المعروف عنه ان هو الاصح سكر دايت. وكنت اتكلمت عن سكر الدايت في فيديو طويل جدا من كامي يوم. ستيفيا بقى بيستخلص منه حاجة اسمها وده احك برضو المحليات الكحولية اللي موجودة في السكر. تفهم معي الفيديو ده كويس قوي. ده بيستخرج من نبات الاستيفيا نفسه. وموجود متضاف كده مع سكر الاستيفيا. ايه مشكلة الاريثري طول ده? نتعب في الاسامية. احدث دراسة لسه نشراها لسي ان ان بتقول ان هو مرتبط بتجلط الدم في جسمك ومرتبط بالنوبات القلبية والنوبات الدماغية ويصل الى الوفاة. بالذات مع الناس اللي عندها قابلية ان يحصل لها ده زي مرضى السكر مسلا. ومرضى السكر بيلجأوا للمحليات الصناعية او عشان يهربوا من السكر العادي. فبيجروا ان هما ياخدوا ده. وده الدراسة بتقول ان لازم نبتعد عنه كلنا لان اصلا جسمنا بينتك كميات كويسة من الاريثري طول ولو زادت عن خمسة وعشرين في المية من الانتاج ده او زادت عن الحد الطبيعي في الدم. يؤدي ان الدم بيحصل له تجلط بسهولة. تعال كده هات شوية عسل ودوابهم في مية اعتبر ان ده دمك. هتلاقيه بقى لازج. هيزود لزوجة الدم. وعلى اساسه هيزيد معايا القصة بتاعت التجلطات. وبعد كده يحصل لي نوبة قلبية لقدر الله. بعد كده تصل الى المخ تحصل لي نوبة دماغية. بعد كده تؤدي الى الوفاة. كل ده ممكن يعمله اللي موجود في السكر الضايت اللي هو بيقول لك اجري هاتو. واحنا اسبرتان فري فابتعد عننا. فخلي بالكوا جماعة ركزوا اقروا اللي موجود على السكر او الحاجة اللي انتو بتشربوها او بغرض ان هي حاجة صحية. بغرض ان انا رايح اجيبه عشان الكيتو. انا مقلل فيه كربوهايدريت. فبجري اخد ده للكيتو. منتجات الكيتو كلها تقريبا حاطين فيها عشان يهرب من السكر او النشويات. خلي بالك وشغل ده شوية. في النهاية نصيحتي ليك زي ما قلت لك في فيديو السكر خد سكر عادي بس بكميات قليلة افضلك بتتير من ان انت تجري وراء حملات دعائية كل الغرض منها ان هي الدعاية والبيع. في النهاية كان مع دكتور محمد اسماعيل. قناة كابسول التغذية. اعمل فولو لايك وشير. تابعني على كل المنصات. سيب اسئلتك في الكومنتات. اسأل عن متابعات الانلاين في رسالة على الخاص. اتمنى كون في الترك. شكرا.